السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليقالي وصحبي وسلم ازايكم حبيبي اعملين ايه؟ يا رب جماعة انتكونوا بخير وفزحة وسعادة وراحت بقى الفيديو انه ايضا مويت جدا 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 ايه الناس اللي هو يا حمام؟ طبعا تربية الحمام عز وخير ومن الاكلة المفضلة عندنا كمصريين الحمام من الحاجات اللي احنا نحب نهدي بها نعملها في العزيم عندنا عروسة لازم نودي حمام اللي يحب يعمل عزوبة جامدة اوي يقولك انا عمل حمام الحمام من الحاجات الحلوة جدا اللي احنا نربيها في بيوتنا وتربيتها سهلة هي الصعب السهل يعني ايه الصعب السهل؟ يعني لازم تخلي بالك الحمام حسيس تربيتهم الصعبة بس لازم تركز عينك عليه على طول التغيرات بيبنى عليه تغيرات لو اضطر فيه حاجة مهمدة او حاجة بيبنى عليه طبعا احنا المفروض في الجو الحر اللي احنا فيه ده لازم نحمي بتاعك انا وركزين نحمي الارانب طيب عايزين نشوفه هو الحمام بيستحمى يا جماعة اوه ممكن احميه ممكن اعمله ابقه بالبخيخة بس انا انا افضل يعني ان انا بغطاسه في الماء وطلعه بحس ان دي حاجة عملت له انتعاش حاجة بساطته هدت درجة الحرارة بجوه مبقاش عنده احتباس حراري لان هم معرضين للجو على طول الحمام بيتير بيخرج على طول معرض في درجة حرارة طيب انا في الحر ده احميه احميه طب انت ايه اللي هنحطه في الماء مش نحط حاجة صعبة ولا حاجة اوه انا يا جماعة عايز اقول لكم انا حاجة الماء عشان انا اضمن ان انا فعلا حميته وطهرته ونقيت ريشه ومن اي بكتيريا من اي مكروبات فيه لان يخلي بالكم ما في الطير ان لو في بكتيريا وفي مكروبات فاحنا بنعمل اه تعقيمات لي طيب هتعميلي اي بيت سيابات اقول لكم طبعا مية عادية من الحنفية مية عادية من الحنفية طيب لا هي طبعا قوعد جبيني مية سخنة وتقولي كانوا ماني لا الكلام ده لا يعني مية من الحنفية عادية خالص هتحطي فيها ملح ملح البيض بتاعنا اللي احنا بنستخدمه طيب انا حتى كل واحد يخلي درجة الملوحة متوسط ليس مثلا تجيبك ملح وتقومي دلقة وتقولي انا بعقم المية لا ما بده لما تبقى المية ملحة قوي قوي هتخليها كل في جسمه ليه بقى بحط ملح لان الملح بيعقم اي حد يعني معقم رهيب جدا ممكن على فكرة اللي مش عايز يغطس الحمام في الجردة زي ما انا اغطسه ولا يجيب البخاخة بس يعمل نفس اللي انا بعمله في البخاخة يحط في البخاخة المية ويبخ نعمل حملية ترتيب حسنا اديا بطة دوّبنا الملحة في المية حسنا حسنا نعمل ايه بقى تانية حاجة بسيطة قولة هو المفروض فيه شامبو للحمام ولكن انا كبطة يعني انا بستسهل ويعني اكون معنى اصحي يعني كله شامبو فكيش شامبو ابو جنيدة بيجيبه كده انا خضيك المية ليه يا بتي يا بطة انا بقى مطهر بقى الحمام بتاعي بنظفه وبعد عنه ايه بكتيريا على فكرة الحركة دي حلوة ده للناس بقى الهوية تربية حمام وللناس اللي هي حبه بقى التربية المزبوطة والنها تيتها يعني فينا تتفكر انها تربى الارانب عشوائي الارانب مترباش عشوائي الطريق انها اكحف تربية الارانب انك ازاي اه تهتم بيها ازاي تعقميها لان الارانب من الحاجات اللي بتنشر فيها بكتيريا جامدة جدا برضو ازاي تحقينيها الحقنة الشهرية بتاعتها اللي هي بتاعت الجرب ودي بتتعمل تحت جلده بسيطة جدا التربية جماعة اه صنعة على فكرة التربية مش كده التربية الصنعة صنعة يعني ايه صنعة؟ يعني تغارب بقى وتكتيك وتعب وخسار كتير وبعدين تتعلم من خسارتك فاصباح الصنعة مهيش اصباحك كده تربية على شوية طبعا حطينا الملح مع الشامب والشامب وريحة فزيعة فزيعة والله احسن لهم عملية انتعي هتعمل ايه طوطة واقع بعد كده هنجيب بقى الحمامة عشان بطي ايه تعالي يا اشتر بسم الله اي واحدة بقى اسطلت واحدة اسطلت واحدة اسطلت كسبوري ده انا عايشي كسبوري ايه اجيب الحمامة اهيه بس اني بس لطيلي على فكرة قصة خطتيني يا بطة بنت بطة ده كانت عليها وانا بطة هتجيب الحمامة كده هتغطسها في الماكل بسي بسي والله بسي طلعتك شو تمبلي ايه حاجة هتغطسها بسي كده بتطلعها بسي هتحس انها تغطرة عايز اقولك في الصيف هتعمليها مرتين بس بس يفضل ان انت تعملي لها الحركة دي في الدهرية وفي الشتة مرة واحدة بس دي ليه بقى في الدهرية علشان اللي اشعة الشمس وكده في الانبياء ايه تنشف بسرعا بسي بقى اكسم بالله الحمامة بقت عسر دي الطريقة اللي هتعمل هتقول غطسها هتغطسها كده وتطلعها تعملي الحركة دي مع كل الحمام عليك بالصلاة عن النبي لازم تعملي الحركة دي لو انت عايزة تبتمي بالحمام بتاعتك والحمام بتاعك صح جامج جدا معاك ويديك انتاج جواس طول ما هو مرتاح ومفوش بكتيريا وصحته كويسة طول ما ينتج معاك كويس هتمنى انتوا تتابعوني في فيديوهاتي وتشاركوا في قناتي ويشجعوني ان شاء الله وعندنا فيديوهات كتيرة اول ايام الجاية كلها كانت وفاجآت تابعوني واسبكم في العاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة